أيضا يلتحق بنا حول هذا الموضوع أيضا الدكتور عبدالله نجار وكيل الجامعة السعودية الألكترونية للشؤون التعليمية مرحبا دكتور عبدالله حياكم الله كيف حالكم يا أهل وسهلا بداية دكتور عبدالله يعني المخيم الصيفي الإلكتروني يمكن هذا مصطلح جديد أو تعبير جديد على مسامع الناس أنه هناك مخيم ولكنه ليس في الواقع هو افتراضي أو على شبكات العنكبوتية أنتم في الجامعة الإلكترونية عندما بدأتم في الشراكة مع دروب ما هو الهدف من شراكتكم مع برنامج دروب لإطلاق مثل هذه الدورات بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أبارك للجميع عيد الفطر المبارك وأدعو الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والتيسير في هذه الإجازة التي ذكرتها فبالفعل إجازة طويلة تحتاج إلى أن يشغلها الجميع بما هو مفيد وما هو في صالحهم لذلك حرصت من هذا المنطلق حرصت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة والتنمية الاجتماعية بإيجاد حلول مناسبة لكي يستفيد هؤلاء الشباب من وقت الفراغ والاستفادة القصوى بما يحقق إن شاء الله المصرحة العامة ويحقق كذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2020 والبرنامج التحول في 2020 ورؤية المملكة في 2020 حرصوا كل الحرص على إيجاد مثل هذا النوع من اللي هو البرامج التدريبية التي تساعد وتخدم أبنائنا في هذه الفترة وبما يحقق احتياجات سوق العمل فلذلك كان هناك لقاءات مكسفة خلال شهر شعبان وشهر رمضان السابق لغرض اللي هو البحث عن واعداد الدورات المتميزة التي تساعد هؤلاء الشباب للاستفادة من أوقاتهم وكذلك تساعدهم لكي يستطيعوا أن يتوافقوا مع احتياجات سوق العمل المستقبلي فوجدت فكرة المخيم التدريبي الصيفي الإلكتروني ورغبة في خدمة أبناء هذا الوطن في جميع أنحاء المملكة وكذلك الاستغلال بعضهم الذي لديه بعض الظروف في السفر خارج المملكة سواء كانت ضروف عمل أو ضروف سياحة كذلك مع الأسرة لكي يستفيد من وقته الفائدة القصوى لذلك تم إيجاد هذا المخيم لكي يخدم الجميع أينما كانوا سواء في الداخل أو في الخارج جميل طيب دكتور عبدالله ما هو دوركم في الجامعة في هذه الشراكة؟ ماذا تقومون به؟ الجامعة السعودي الإلكترونية طبعا هي واحدة من الجامعات الحكومية المعتمدة التي أنشأت بقرار من المقام السامي في عام 1432 دورها كان هو إعداد المحتوى المتميز الذي يغطي الجوانب المختلفة التي تساعد على إعداد هذه الكفاءات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بوطقا للبحث والتحري الذي قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ناحية أن هذه الجانب يحتاج إلى تدريب هؤلاء الشباب عليه وهذا الجانب يحتاج إلى تقوية التي هي بعض الكفاءات فيه وهكذا فبالتالي قامت الجامعة بإعداد هذا المحتوى وتجهيزه وكذلك القيام بتقديمه لهؤلاء الطلاب من خلال توفير مجموعة من المتدربين المتخصصين لكي يقومون بتدريب هؤلاء الطلاب إلكترونيا لأن البرنامج هذا ليس فقط سيلف ليرنينج بمعنى أنه ليس فقط تدريب ذاتي لا هو تدريب إلكتروني من خلال وجود بعض المدربين المتخصصين مع هؤلاء الطلاب خلال فترة التدريب وخلال المدة المحددة لتقديم هذه المادة العلمية لكي يتفاعل مع هؤلاء الطلاب أو المتدربين ويناقشهم ويحاول أن يوجههم الوجهة الصحيحة بما يتناسب مع طبيعة المادة جميل طيب دكتور عبدالله هل هناك أعداد محددة للقبول في الدورات أم هي أعداد مفتوحة يعني المرحلة الأولى من هذا البرنامج هو تغطية احتياج الطرابة اللي هو ستين ألف متدرب في جميع أنحاء المملكة الحمد لله إحنا طبعا يوم الأحد القادم هو انطلاق الحزمة الأولى من اللي هو هذه البرامج وهي ثلاث دورات تدريبية محدد لها خمسة عشر ألف متدرب أنا مني شوية كنت في اتصال مع مركز المعلومات في الجامعة وقالوا لي أن العدد تقريبا اكتمل الآن وتم تغطية العدد المطلوب في الحزمة الأولى وهو خمسة عشر ألف متدرب وبمشيئة الرحمن خلال الساعات القادمة ستصل جميع المتدربين إيميلات توبحهم أنه تم تسجيل تسجيل الدورات التدريبية التي اخترتها وكذلك وقت الذي هو دخولك وتواصلك مع المدرب وكيفية التعامل مع المادة العلمية المحددة للتدريب جميل طيب هل هناك يعني واجهتم بعض الصعوبات خاصة في مرحلة التسجيل أو الأخطاء التي تتم عادة في التقنية إن صح التعبير هي الإشكالية تكمن كما ذكروا الزملاء في مركز المعلومات هي إشكالية إخطاق بعض الطلبة في استكمال المعلومات المطلوبة لهم بالشكل الصحيح بمعنى رقم الموبايل يعتبر من الأرصان أو رقم الجوال يعتبر من الحقول الأساسية التي نحتاجها للتواصل مع الطالب بحث أنني لا أرى الطالب يحتاج أنني أتوصلها من خلال قنوات مختلفة سواء كانت الإيميل أو من خلال الرسائل الجوال فبالتالي أي خطأ في هذا الحقل يمثل لي عقبه أنا في الوصول إليه كذلك بعض المتدربين أقطع في كتابة التي هو استجل المدني الخاصة أو الرقم الهوية الوطنية فبالتالي ستجل نظام لطالب آخر فبالتالي هذه الإشكالية الآن نحن جالسين نعملها حصرنا الأعداد التي هي إشكالي ونحاول أن نتواصل مع هؤلاء الطلاب من خلال اللي هو الإيميل الشخصي لهم ونعمل منهم التجاو والتفاعل معنا في اللي هو تزويدنا بالمعلومات الصحية حتى يتمكنوا بمشيئة الرحمن للفحاق ببداية الدورة المحددة وهي يوم الأحد القادم صباحا بمشيئة الرحمن جميل طيب هل هناك سن محدد للدخول في الدورات هل حددتم سن أدنى أو أعلى تم التنسيق مع الأخوة في وزارة العمل والسنية الاجتماعية أن يكون السن المحدد للانتحاق بهذه الثورات من 17 سنة فما فوق طبعا هذا السن أختيره بعناية لغرض أن الهدف من هذه الدورات هي تهيئة الشباب بسوق العمل وسن 17 فما فوق يمثل طالب على مشارف اللي هو الانتهاء من السنوية العامة وبداية اللي هو دراسته الجامعية أو التحاقه بسوق العمل من خلال اللي هو بعد حصوله على التنوية العامة وحصوله على التدريب المناسب الذي يحتاج له للانخراط في أي جانب من هذه الجانب فلذلك ستير 17 سنة فما فوق هو السن المناسب لهذا الدرنامج أخيرا دكتور عبدالله يعني طموحاتكم المستقبلية لتطوير مثل هذه الشراكات وأنت تعلم أن المجتمع دائما بحاجة لمثل هذه المبادرات الفريدة نحن بإنشاء الرحمن الجامعة ممثلة في مديرها سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعز الموسى والأخوة في برنامج دروب يسعون دائما إلى إيجاد برامج متميزة فنحن جالسين ندرس حاجة تسمى بالنانو ديكري أو اللي هي التخصصات الصغيرة أقصد بها أن الطالب عندما يقوم بدراسة دورة تدريبية في مجال معين سنحاول أن نوجد لها اللي هي الجوانب الفرعية الخاصة بها ونحاول أن ننمي مهارات هذا الطالب بهذا المجال وفي الأخير يحصل على ما يسمى بالأسوشيات ديكري أو درجة شهادة تخصصية تخدم في مجال العمل لو أبرزها إلى جهات العمل سواء في القطاع الخاص أو في بعض الشركات التي يريد أن يعمل فيها وبالتنسيق بين الجامعة ووزارة العمل سيتم إن شاء الله اعتماد هذه الدرجة وجعلها درجة علمية تجاوزا بهذا الجانب درجة تدريبية تمكن هذا الطالب من الانخراط في سوق العمل بشكل متميز وبشكل يحقق طموحاته ويحقق بمشيئة الرحمن التي هي رغبة وزارة العمل في إحلال المواطن السعودي المدرب المتميز مكان الأخوة المقيمين في بعض الجوانب في القطاع الخاص بمشيئة المحمن وهذا إن شاء الله بهذا التعاون سنحقق هذه الرؤية قريبا بمشيئة الله وخلال فترة إن شاء الله لن تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات بمشيئة الرحمن كل التوفيق لكم الدكتور عبدالله النجار وكيل جامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية شاكر ومقدر مداخلتك معنا